اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر اشتركوا في القناة اذا وصلك الفيديو المنشور رضا ما نمتابعتك لنا اسم قناة يوتيوب وصفحتنا الفيسبوك انجليش والوائل الانجليزية مع وائل اشترك الان سبسكرايب يرجى مراجعة الفيديو دروس سابقة بقامة تشغيل خاصة بكم بيزي سادس ابتدائي تلقاها نكلهم يونت 1 يونت 2 يونت 3 اليوم درسنا عن يونت 3 lesson 2 درس الثاني يو شود انت عليك لتقديم النصيحة لازم تقول للشخص تقول لها يو شود وراها فعل مجرد الصفحات راح ناخذهن 4041 مكتاب طالب ملوان pages 40 and 41 of the pupils book شكرا لله شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم دعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة شاركوا الفيديو لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع نبدأ باسم الله زكاة العلم نشراه الدالة على الخير كفاعلة نشروه لكي يستفدد الجميع نبدأ باسم الله تراك التسجيل 3838 يقول لك listen and read استمعل هاي المحادثة بين اثنين بين شخص مريض وشخص راح ينصحه شي سوي فنقدر نلعب ويعني نطبق هذو الصف انه طلاب اثنين واحد يكون مريض وواحد مريض وواحد ينصحه شي سوي يقدم له نصيحة فيقول لك you should لازم يستخدم you should طبعا page 40 صفحة 40 راح نستمع لها وبعدها نقرها هنا سجده تقول هاي لبنائي تقول لك you don't look well you, انت, don't, لا, look, تبدو well, بخير انت لا تبدو بخير you don't look well you should go home انت يجب عليك او اني انصحك انه انت go, تذهب, ورا should فعل مجرد go home, الى البيت and tell your mom or dad وتخبر والدتك امك او ابوك والدك تقول لها تنبين عليك صحتك موزينة فاني انصحك تروح للبيت you should من الافضل يجب من الافضل انصحك تروح للبيت وتخبر امك تقول هالأمك كان موزين او تقول لأب وكاني مريض ايش قالها قالها yes I will thanks yes نعم I will نعم سوف اذهب thanks شكرا لكي انتبه لي انه هاي ال well بال e وهاي will بال i هاي ال well معناها اه بخير جيد اه وهنانا ال well هاي معناها السوفة هاي فعل مساعد ناقص نعتبر يجيوها فعل مجرد هاي كظرف او هنان جاية التعبير عن حالته الصحية فتعتبر ظرف توصف لنا الفعل مات زيان اه لبعدها اكتب لنا التنفيه تعليق لطفا شارك الفيديو الفائداء رجال ضع جميل الفيديو لايك شير كومنت سبسكرايب بنفس الصفحة البيج فورتي اريدك اكون صور ذني سبع صور اه ما الشخص مريض رح تتقدم لها نصيحة حتى يتعالج فش تطي نصيحة ذني النصائح الموجودات شون متريد تنصح الواحد اول مرة تقول لها you should وتطي الحجاية مننا you should واخذنا الحجاية مننا يعني راح تقوم تقرأ وترفع ايدك باليومي ش راح تسوي يقول لك هول مرة look at the pictures باو على صور and match them ووصلهم to the phrases الى العبارات phrases هاي العبارات راح توصل تبس راح تكتب الرقم مقابل العبارة مات تبس من تريد تقراها مو وصلتها راح تقوم تقراها تشارك بصف شو تقول تقول من تقرأ تقول you should you should انت عليك ما النامبر ون وينها take some medicine ان ان تأخذ بعض الدواء هذا دا يريد يشرب دواء medicine يعني دواء فtake some medicine ان تتناول تشرب تأخذ تتناول بعض الدواء take تتناول تأخذ بعض medicine دواء زين you should انت عليك من الافضل انصحك you should يجب عليك فنمبر هو اصلا الكتاب حاله راح نيجي استحنا راح نمشي بالتسلسل مالتين حتى يعني التسلسل الجمع اللي راح مشي يعني والصور تناسبها نحطها من واحد تشوف السمريض فرح تقول يشرب دواء فتقول you should take some medicine بعد تشوف ما يشط نصيحة مثلا تقول go to bed مو صحيح فاش راح تقول الصورة الثالثة picture number three راح نوديها الفريز هذي اللي راح نقول you should خذنا you should go to bed تذهب الى الفراش you should go to bed طبعا بس انتبه لانوارا should كلهن افعال مجرد the go take wear drink eat take go كلهن مجرد هيخليها قاعدة ببالك you should go to bed التمنى الافضل ان تذهب الى الفراش تروح تنام يعني من واحد ينام يخلون علي حروف z z يعني دا ينام دا يشخر زيان البعدها number one هو حالها البعدها يقول لك wear warm clothes ارتدي ملابس دافئة البس ارتدي ملابس دافئة يا صورة دا يري دي البس ملابس هاي number four مو عفية number four راح تحط هنانا وراح تقول له you should wear warm clothes you should drink something hot البعد البعدها يا صورة دا يأكل eat lots of fruit دا يأكل الكثير من الفواكه eat lots of fruit بيا صورة picture number six دا يأكل كثير من الفواكه دا كل هنا يعتبر أنواع من أنواع العلاج نوع من أنواع العلاج واحد مثلا تشوفه مثلا be cold يعني عده برد فشو تقول له تقول له drink something hot واحد مثلا عده temperature عده درجة حرارة مرتفعة حمى تقول له go to bed واحد مثلا عده sore throat التهاب بالحنجرة فتقول له go to a doctor هسا ناخده زين فهي يعني كل وحدة العلاج في الدماغ بس السادة ما مطلب عندك هي شي بعدين نفهم كهذا هاي بسؤال التوصيل بس المطلوب عندك بس اهم شي تركز انه وشد وراها فعل مجرد وشوية شوية رح ناخذ البقية والأمر طبعا تحفظتهم وذن يعتبر عن علاجاتهم بعدين نقوم نطابق المرض والعلاج مات هسا يا صورة يقولك take a tablet take a tablet بيا صورة ده ياخذ حبوب يعني ده يشرب دو بس هالمرة مو شراب هذاك شراب فقلنا هاي هالمرة tablet يعني حباز مثل كابسول ده يشرب حب فالتابلت راح نقول نمبر 5 من الأفضل أنصحك يعني take تتناول تأخذ تابلت دو كابسول الأخيرة اللي هي بقت نبس يا هي نمبر 7 اللي هي من الأفضل أنصحك تروح للطبيب خلصت هنا الوراها ابنها يقول what do you think باسم's mom says هو هذا الحكي كله كان على باسم هي بالستونة أو المرق قرأنا المحادثة بين باسم وبنية ابنية قلت له شبيك قال هاني يعني قلت لن بين عليك موزين فنصحك تروح للبيت وتقول لمك وبوك فهو قال هاي هذا كان باسم فبرأيكم باسم ش راح تسوي ش راح تقول لأم ش راح تحاج she says what do you ما ماذا هل تعلم ماذا أو هل تعتقد بماذا تعتقد أنه أم الباسم باسم's mom says قلت له شنو برأيك قلت له write your ideas اكتب بأفكارك write your ideas مثلا ش راح تقول I think she says أنا أعتقد منه هي قلت له مدام هو يعني حالة الصحية موزينة فاش راح تقول له راح تقول له مثلا وهي أصلا ها من نقلتها يعني من المحادثة راح تجي بين أم وهو 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 you should go to bed أنا أصحك تروح للفراش تروح تنام you should go to bed and you should take a tablet وهو أنا أصحك تاخذ دوة النصحي يروح ينام ويشرب دوة ها هي راح نشوفها بالمحادثة لأنه راح تصير بين أم وهو هنا التمرين يعني الصفحة البعدة الـ page 41 track 39 تسجيل 39 يقول لك listen استمع to إلى what ماذا باسم زمام أم باسم says تقول استمع الأم باسم جدا تقول tick حط علامة صح the correct pictures الصور الصحيحة الصور اللي راح ينذكر من ذني يا هي التابلت راح تنذكر لو هذا الكلاو لو الأورانج لو البيد لو الدكتور لو something hot لو warm clothes يا هي من ذني راح تنذكر راح تسمع بالمحادثة يا هي تنذكر فحط لها علامة صح هي أنا راح تختصر لكم لأنه ما راح تنذكر go to bed هسهنا قلناها قلت لها go to bed you should go to bed أنا صح تروح للفراش يجب عليك أن تذهب للفراش و نزل نزل تسجيل لعدك بالمبا لان إذا ها ينشر كم فيديو مستقل بوحدة التسجيل ما لديهم يقول لك read the conversation اقرأ المحادثة بين باسم و أمة practice يعني تدرب مع زميلك يعني ورما تستمع لها وتقراها بالكتاب سوي المشاركة اليومي باليومي مني صعد نوقت بالصف نسوي مشاركة أنه طالب يسوي نفس الأم يعني خنقل طالبة ابنية تسوي نفس أم وفالطالب يسوي نفس باسم فالأم هي اللي راح تساعد باسم حتى يتعالج وباسم هو مريض راح يقعد يتكلم الكلام مع المريض هذي كل هالمحادثة مع الأم وهي كل هالمحادثة مع الباسم تبدي الأم يجاوبها باسم الأم باسم الأم باسم الأم shark الأم هي هو أم وتختم أول شي سوف نقول ما أحافظها فالتح وتقرأ تقرا یعني ابنية وتقرا وولد يعود ابنية وتقرا وولد عت شنو تصير همات نلعبها ونتونس بها كل ما تستمتع تتعلم أكثر رح نجي هنا نشوف ما هي المشكلة ما الخطب يا باسم شبيك يا باسم أنت لا تبدو بصحة جيدة اش قالها باسم انت من تقوم الشارك ما تقرأ اسم باسم منها تقرأ على اعتبار انه هذا الدور ماتتك هاي محادثك فش تقول امي اشعر بحرارة بسخونة اشعر بحرارة مرتفعة واني لدي امتلك شنو صداع واجع رأس خدناه من ضمن الأمراض ايش قالت له قلت له I think يعني ماذا؟ temperature. يعني شنو درست الحرارة؟ ما يعرف شن درست الحرارة. يعني ما يعرف شن الحمى. شن الحمى؟ شن درست الحرارة؟ قلت له. it's when your body is too hot. it's إنها temperature لأنها غير عاقل فنعوض عنها بال it's. والإت تاخذ is. والاختصار ما it is? it's. هاي كل المعلومات لازم نتحافظها وعرفت إن ما أخذيه نحن بالفيديوهات السابقة. it's إنها يعني درست الحرارة الحمى. درست الحرارة مرتفعة. when هي عندما your body. جسمك. جسم أنت جسمك. is يكون too hot. too hot. مرتفع حرارة جدا. حرارة مرتفعة جدا. حرارة مرتفعة جدا. بحيث لا يطاق. قلنا tool تبين لك فت شيء سلبي. ما قالت very hot. يعني شيء تحتام له. too hot. بعد ما تتحمل من الحرارة. بش قالها؟ قالها yes. نعم. my body is hot. my body. جسمي. is hot. ساخن حار. can i go to bed. can i go to bed. هل يمكنني أن أذهب إلى الفراش؟ قالت له yes. you should go to bed. نعم. قالها يصير أروح لفراش؟ قالت له نعم. أنت من الأفضل. أنت يجيب عليك. you should go to bed. أنت ذهب إلى الفراش. and you should take a tablet. tablet. وأنت من الأفضل لك. ويجب عليك أن تأخذ تتناول الدواء. tablet. حبوق دواء. قالها what's the tablet for? what's the tablet for? شنو فائدت هذا التابلت؟ يا غرض راح أستعمله. شا ساوي بي؟ هالمرة موسأل هو شنو التابلت. يعرف هو شنو. بس المرة يقول شنو فائدت. شا ساوي بي؟ سأتي مقديري وبس رح نام. شا ساوي بالتابلت؟ قالت له it. هم على التابلت. التابلت يعتبر غير عاقل. فأقول علي it. ما أقول علي لا. هي ما الولد. وأقول شي ما اللبنية. أقول it. وهو it تأخذ is. ما تأخذ لا. أر والأم. واختصر it is. وهو it. it's a tablet for your headache. قالت له إنه علاج دواء حبوب من أجل شنو؟ صداع الرئيس ما التكلم الرئيس. and I'll bring you some water. وأنا وأنا سوف هاي الآية. الاختصار مع الآية. I will. خذناها وهس هم راح. بس أقلب الصفحة راح أراجعك إياها. I will. يعني I'll. نختصرها. bring. أجلب لك. أجلب لك بعض الماء. some water. ورا ال I will. ورا ال will. ورا ال I'll. أحط الفعل مجرد. ورا ال don't. فعل مجرد. ورا ال should. فعل مجرد. زين. إش قال لها؟ قالها well. I feel better soon. هنا ده يسأل. شوف. من تبدي الجملة بدأت سؤال. تحط علامة استفهام بالأخير. من تبدي الجملة بفعل مساعد. مثل كان well is or am. ذين هم يعتبران فعل مساعدة. بس يسموه هنا فعل مساعدة ناقصة. فمن تبدي بفعل مساعدة هم لازم تنتهيب علامة استفهام. معناها متسؤال. فشقالها قالها well I feel. هنا الفعل مجرد لأن اكول. اكول بالجملة فتخلي الفعل مجرد. well I feel better soon. هل سوف أشعر. طبعا معناها هل سوف أشعر بساطة هل سوف أشعر. هل سوف أشعر بتحسن قريبا. هاي البتر هي يعني بتحسن قريبا. soon قريبا. بيش قلت لقيت لها yes I'm sure. نعم. انا متأكدة. you'll feel better in the morning. انا متأكدة. I'm sure. متأكدة. كده. الام يعني الام هاي اختصار مع الام. I'm sure. you'll. اختصار مع الyou'll. you'll. feel. ورا الول. اخلي الفعل مجرد. feel. تشعر بتر بتحسن in the morning. في الصباح. الان. ويا الاماكن. ويا الاشهر. ويا اجزاء اليوم. morning. evening. والafternoon. يعتبران اجزاء اليوم. فهتقابلهن in. السالة هنا سهلة. حلوة. هاي الجملة اللي أنا خذتها. قال لقلنا. اش تعتقد أم باسم قالت؟ هاي الجملة اللي اعتقدناها. انه قلت لها you should go to bed and you should take a tablet. اللي بعدها تخص الكتاب خلاص. بس ذن اعطي تذكرك. واني قايل هنا في فيديو سابق بunit 2. بس هنا راح يعتبرانهم راح يراجعوهن ويدوهن مطلوبات. انه الكان والنفي ماتها can't. الكود ماضي مالكان. والنفي مالكود couldn't. الول والاختصار ماتها ill. النافي مالول want. والماضي مالول would. والاختصار مال would id. والنفي مال would wouldn't. والتو والقونك تو والوانت تو والنيد تو والنيد انت والدو والدونت والداز والدازنت والليت از. واختصارها let's والشود والشودنت انه في مالتها. والمست والمسنت ذني كلهن يجي وراهن فعل مجرد. يجينا بسؤال القواعد الاختيارات وبعدها يأتي فعل مصدر مجرد خالي من اي اضافة. فعل مجرد. لا بي اس لا بي آي ان جي لا بي اي دي لا بي كل شيء. بس مجرد. مثل ما هو الفعل تحط. طبعا اذا want حطول كياها wanted بها اي دي نفس الحكي wanted to. اذا حطول كياها وياها as wants to. عادي ماكو اي مشكلة. المهم هي وراهن تو فعل مجرد. اه هنا بس هم ملاحظة. هست should انت مطلبون عندك. هست جدتك. الشود جديدة. الشود بمعنى يجب نصحك يفترض بك. وشود انت نفي مالتها. اذا واحد تنصحها ان هذا شيء. المست للالزام بعدين راح ناخذها. هاي للنصيحة هاي للالزام. واحد تجبرة فالشي قانون. بعدين راح نشرحها بتفصيل. المست نفي مالتها. شوف هي must not. بس حالة خاصة انه الان بعد ما تنقري. تنكتب بس ما تنقري. ورد ت بعد ما اقراها فاقراها. mustn't. mustn't. العفو التى ما دعنا الفضها. mustn't. صارت لان التى بين الصوتين صحيحات. فتصير silent. تختفي بعض. صار صعبة على اللسان يلفظها فما تنقري. mustn't. mustn't. must not. صار mustn't. التى تنكتب بس ما تنقري. زيان. هاي عرافنا ورد اني كل هنالكلمات منا شوفها نختار فعل مجرد. راح تجيني الامثلة. شون تجين بكالوريا. بس ذاني الامثلة من عندي. مين جيبتهن؟ من الكتاب. مو من الوزاري. نموذج الوزاري ما جدني من عدة ذاني. اكو غير نماذج بالوزاري جدي. بس منا اوصل هن. انه شون تفرق تختار بينه شد و شدنت. هن اللي يريدوهن. بعدين منا اوصل هن بفيديو الخاص بيهن. افهمك اياهن و اكتب لك نماذج الوزاري. زاني خاف فيهن هيت نماذج. انا بالنسبة لي اخافة جيب لك بالامتحان هيت شي اشياء. خاف تيجي بالوزاري فاعرفها انه هي مثلا يو شد. ولا شد اش تختار. جو مجرد لو جوز. هسته وني قلت لك شد وجماعتها ذاني اللي هو يفعل. الكلمات وراها انش يجي فعل مجرد. راح تختار فعل مجرد. يعني اذا جدتك هاي ترى سهلة ما بها اي صعوبة. يو شد انت عليك من اي يفترض بك شنو جو تذهب تبايد الى الفراش. بس تختار فعل مجرد ليش لان اكو شد البعض ها يو شد نفس الحشي. ورا الشدش تختار فعل بي اي ان جي. لو فعل مجرد هناك اختار فعل مجرد ما اختار انا بل اس. ليش لان قلنا شد. هنا نفس الحشي لحن اخذ الفعل مجرد ليش لان اكو شد. اكو شد فاختار الفعل مجرد. هي ها اصلا هاي النصيحة ما الامة الباسم. يعني ما جايب لك شي خارجي وشي صعب نفسه. بس داد اوضح لك انه ورا الشد فعل مجرد. وهي شي طريقة للم تحنتجي. سؤال القواعد الاختيارات. نامبر ثري. ايل. اللي هي اختصار ما ال اي وال. وراه هاش تختار برينجز فعل بي اس شخص الثالث. لو برينج فعل مجرد. راح تختار ورا الول والاختصاماتها ايل. تختار الفعل مجرد اللي هو برينج. راح احضر اليك. اجلب لك. اجيب لك بعض الماء. مثلا ناموذج رابع. مثلا رابع. يو شود. ورا شود. شو تختار. راح تقول لي فعل مجرد. انا ادري. افيا ذكي التشاطر. بس الايضا عندك بعض شغلة. هالمرة احتمال ما تجيك. اختار قواعديا. هسا احنا اختارت لي فعل مجرد قواعديا. هالمرة اثنائه هنفعل مجرد. لعد علي اساس راح اختار. اليت هذا مجرد. ما بي لا اس ولا اي ان جي. ولدرينك هذا مجرد لا بي اس ولا بي انجي. لا اتكمل تكمل التكملة الجملة وافتهم من علها. الكثير من الفواكه. اكو فواكه. اذا يا هي الفعل راح تختارها. هالمثالات المجرد. اذا هاي مو قواعد. هاي مو فردات. اليت معناها يأكل. والدرينك معناها يشرب. ويا الفروت ويا الفواكه. تتاكل لو تشرب الفواكه. لو كاتبلك فروت جوس. عصير فواكه راح تختار درينك. بس حاطكها بس فروت. فاذا اذا اش راح تختار راح تختار ايت. يعني تأكل. يو شود ايت لوتس اوف فروت. انت نصحك من اول من الافضل اليك انه تتناول تأكل الكثير من الفواكه. ان شاء الله استفاديتوا انتهى الفيديو. تحياتي لكم. شاركوا لكي ياسفت جميعنا. سأل الله تقابلنا. سألكم دعا. ما سلام.